وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيدَ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابرين أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة الكرام أتحدث معكم عن العافية في العقل العقل أخواني خلقه الله سبحانه وتعالى للإنسان ليعقل به ربه جل وعلا ويعقل به لماذا خلق الإنسان في هذه الحياة الدنيا وليعقل المهمة الموكولة إليه من عبادة الله سبحانه وتعالى وأن يقوم بها فالعافية في العقل أخوة الكرام أن يكون العقل دالا صاحبه على ربه جل وعلا يعني أن يكون عقلك يدلك على الله سبحانه وتعالى وذلك بملاحظة أو الوقوف على عظيم مخلوقات الله سبحانه وتعالى تفكر في مخلوقات الله تعالى العظيمة لتعرف مقام ربك سبحانه وتعالى فهذه المخلوقات العظيمة لها خالق عظيم تبارك وتعالى وكذلك بالنسبة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين العظيم ولأوامره وما جاء فيه من الأحكام والتشريعات أقول أخوة الكرام أن العقل إذا تفكر في مخلوقات الله تعالى فإنه بفضل الله تعالى وبعد إذن الله عز وجل يقف على يعظم ربه سبحانه وتعالى يعني أخوة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في غار حراء يتعبد الليالي الطوال أول ما أتاه جبريل عليه السلام جاءه جبريل في صورة مخلوق كبير راه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي خلقه الله عليها فكان له ستمائة جناح الملك من الملائكة الرحمن له ستمائة جناح جبريل عليه السلام أول ما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الله تعالى في غار حراء وكان يتفكر في هذا الكون ولم يعجبه ما يقوم به قومه من العبادة للأوثان والأصنام فكان يتفكر ويبحث عن ربه عز وجل كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وهو يتعبد ناداه صوت أو ناداه مناد فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يمنة فلم يرى أحدا فالتفت يسرة فلم يرى أحدا ثم ناداه فقال له ارفع رأسك يقول عليه الصلاة والسلام فرفعت رأسي فإذا مخلوق يجلس على كرسي بين السماء والأرض وهو جبريل عليه الصلاة والسلام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاف خاف لأنه لأول مرة يرى هذا المخلوق بهذا الحجب وهذه العظمة ولذلك رجع إلى خديجة رضي الله عنها أو رجع إلى أهله صلى الله عليه وسلم يقول زملوني زملوني دثروني دثروني قطوني وكان خائفا صلى الله عليه وسلم الشاهد إخواني أن جبريل عليه السلام كان يجلس كما ثبت في الصحيح في صحيح مسلم بالذات كان يجلس جبريل على كرسي بين السماء والأرض وكان يسد الأفق على النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرى شيئا سوى هذا الملك العظيم الذي يجلس بين السماء والأرض على كرسي فهذا بالنسبة للإنسان شيء كبير وشيء جديد ولذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد أخوة الكرام أن الإنسان لو تفكر في مخلوقات الله تعالى فإنه يصل بإذن الله تعالى إلى تعظيم ربه جل وعلا كذلك انظروا أخوة الكرام إلى هذا الليل وهذا النهار من يذهب هذا الليل ويأتي بالنهار ومن يذهب النهار ويأتي بالليل هذه الجبال الرواسي تعرف أن هذه السماوات السبع يعني هي عبارة عن طبقات طبقة فوق طبقة لا أعمدة لها من يحفظ هذه السماوات من أن تقع أو تزول أو تقع سماء سماء على سماء يعني في حادثة الإسراء لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام كان جبريل يأتي إلى كل سماء ويطرق بابها هذه السماوات لها أبواب ولا تدخلها إلا مؤمن يعني نفس مؤمنة أو الملائكة كما أخبر الله سبحانه وتعالى أما غير المؤمن أو الروح غير المؤمنة فلا تدخلها إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط فإذا كان الجمل له الحيوان المعروف سيدخل في ثقب الإبرة من ثقب الإبرة فإن الكافر سيدخل الجنة وهذا مستحيل ولذلك أقول إن الجنة لها أن السماوات هذه لها أبواب فكان جبريل عليه السلام يطرق باب كل سماء يأتيها في المعراج فيقال من الطارق؟ يقول أنا جبريل ومن معك؟ يقول معي محمد يقال له أه وقد أرسل؟ يعني هل أرسل؟ يقال نعم ثم يفتح باب هذه السماء ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب مع جبريل ويسلم على من يجد من الملائكة والرسل يقال له صلى الله عليه وسلم مرحبا بالابن الصالح أو مرحبا بالنبي الصالح فرأى إبراهيم وموسى وإدريس ومن شاء الله تعالى أن يراه هناك في السماوات السابعة يعني لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة وصل إلى سدرة المنتهى تأخر جبريل عليه السلام وقال وما منا إلا له مقام معلوم فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم وخاطبه ربه جل وعلا وفرض الله تعالى عليه الصلوات الصلاة كما نعلم خمسين صلاة في اليوم والليلة تذكر تصور أن الله تعالى افترض عليك خمسين صلاة وبفضل الله تعالى علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه تردد النبي صلى الله عليه وسلم بين ربه جل وعلا يرجوه أن يخفف وبين موسى الذي كان يقول له أن إن أمتك لن تطيق أو لا تستطيع أن تصلي خمسين صلاة في اليوم والليلة فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد على ربه جل وعلا حتى جعلها الله تعالى خمسين خمس صلوات في الأداء وخمسين في الأجر فأقول أخوة الكرام بأن يعني هذه السماوات الشاهد أن هذه السماوات هذه السماوات من يمسكها يا أخوة من حتى يعني ورد في بعض الأحاديث أن بين السماء والسماء مسيرة خمسمائة سنة بين السماء والسماء هذه السماوات من يمسكها من أن تزول أو تقع أو تقع سماء على سماء الله تعالى قل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا والشيء العجيب يا أخواني أن الله تعالى مثلا في آية الكرسي أخبر أنه لا تعجزه لا يعجزه حفظ هذه السماوات وحراستها فالله تعالى قل له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يشفعون إلا بإذن حتى قال الله تعالى ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما يعني لا يثقله حفظ هذه السماوات ولا يعجزه سبحانه وتعالى بل بالعكس هي عليه من السهولة جدا كذلك انظر أخ الكريم في آية الكرسي نفسها يعني أنا أستعرض معك مخلوقات الله عز وجل يعني العافية في العقل أن يدلك الله تعالى أو يدلك هذا العقل أو يطالع بك هذا العقل إلى عظيم مخلوقات الله تعالى حتى تصل إلى تعظيم ربك جل وعلا في آية الكرسي الله تعالى يقول وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض الكرسي أخواني كما ورد في الحديث أنه موضع القدمين للرحمن سبحانه وتعالى الكرسي فقط هو موضع القدمين للرحمن والكرسي ليس الكرسي الذي نعرفه لأن ما عند الله تعالى أخواني يختلف اختلافا كبيرا نحن لا ندري عن حقيقة الكرسي الذي ذكره الله تعالى إلا من ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه موضع القدمين للنبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى والحذر كل الحذر أخواتي الكرام من أن تصور القدمين لله عز وجل كما تصور قدمين الإنسان فالله تعالى يقول عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مهما تصورت ربك جل وعلا فأنت مخطئ لأنك لم تر ربك لكن نحن أهل السنة والجماعة الحمد لله نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه ولا نوصف ولا نمثل ولا نشبه لا نقول إن قدم الله سبحانه وتعالى كقدم الإنسان أو يدل أن يد الله سبحانه كغير الإنسان أبداً لأن الله تعالى سد هذا الباب وما أتانا فيه شيء قال ليس كمثله شيء اللي هو الله عز وجل يصف نفسه يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأقول لك إنه أن الكرسي اسمه الكرسي ولكن ليس الكرسي الذي نعرفه يختلف اختلافاً كبيراً ويعني ينفصل الكرسي انفصال كبير عن مفهوم الكرسي الذي عندنا فعلى كل حال الكرسي في آية الكرسي الكرسي هذا موضع القدمين هذا الكرسي الذي يذكره الله تعالى في آية الكرسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن السماوات والأرض في الكرسي كحلقة ألقيت في فلات أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني كأن حلقة الحديد التي تلقى في صحراء كبيرة يعني أن الكرسي يحوي السماوات كلها والأرضين وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظه ما هو العلي والحظيم فحقيقة يا أخواني انظر إلى الكرسي فقط أيضاً ورد بأن هذا الكرسي الذي يبتلع السماوات وتضيع السماوات والأرضون في الكرسي بسبب كبر هذا الكرسي هذا الكرسي أخواني أيضاً هو بالنسبة لعرش الرحمن هو مثل الحلقة التي ألقيت أيضاً في فلات يعني العرش أكبر من الكرسي بشيء بكبير كذلك إذا علمنا حال الكرسي وحال العرش تعالوا انظر إلى ربك وماذا قال قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى تبارك وتعالى استواء يليق بجلاله ليس الاستواء هو الجلوس الاستواء على الكرسي يعني جلس على الكرسي تعالى الله عن ذلك لأنه لأن الله تعالى لم يعني يصف هذا الحال الذي نعرفه نحن نقول إن الله استوى على عرشه تبارك وتعالى استواء يليق بجلاله لا نوصف الله تعالى كيف لأنه لم يخبرنا ولم يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك فنحن نقول كما قال ربنا وكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا نغير ولا نبدل ولا نقول بغير علم فهذا أخوة الكرام الإنسان لما ينظر في مخلوقات الله تعالى يهديه عقله إلى عظيم خلق إلى الله تعالى العظيم سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله نكمل هذا المعنى إن شاء الله في حلقة قادمة أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر